يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إمامنا وولينا وسيدنا وحجتنا ومؤدبنا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته سلام وتحيات على قائم آل محمد سلام على حسين ونحره الدام وصدره الضام سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز بامتياز الحلقة الثانية بعد العاشرة البرنامج البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعت فيه إن كنت راغبا في إمامك سؤال يتناول موضوعا خطيرا جدا ليس هناك من بحث حقيقي حول هذا الموضوع كل الذين كتبوا وكل الذين قالوا بأنهم حققوا يدورون في دائرة بعيدة جدا عن جوهر الموضوع وأصله ومركزه على أي حال نذهب إلى السؤال هل توفي رسول الله صلى الله عليه وآله مقتولا أم أن الأمر ليس كذلك الجواب هو بضرس قاطع من ثقافة الكتاب والعترة لقد قتلوا رسول الله هذه الأمة الملعونة قتلت رسول الله وإليكم التفاصيل لكن الحديث لن يكتمل في حلقة واحدة فعليكم أن تصبروا علي كي تطلعوا على الكثير من المعطيات التي لا علم لكم بها سأبدأ من هنا سأبدأ من الآية السادسة والخمسين بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من الغي كيف يتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع علي العروة الوثقى بعبارة صريحة بحسب تأويل العترة لقرآنها العروة الوثقى ولاية علي الذي يستمسك بها فإنه قد نجى ولا أريد أن أقف عند هذه الجهة هذه الآية أسست تأسيسا واضحا وصريحا لحقيقة الدين فحينما قالت لا إكراها في الدين لأن الدين ما هو بشأن سياسي يمكن للإنسان أن يتعامل معه وإن لم يكن ميالا إلى ذلك المصالح المطامع المخاوف وهناك الكثير من الأمور التي تدفع الإنسان أن يتعامل مع أمر سياسي أو أمر اجتماعي أو أمر ثقافي يأتي منسجما مع المزاج العام هذه الأمور يمكن للإنسان أن يقبلها مقرها وليس المراد من الإكراه دائما أن يكون إكراها بالسلاح وبالتعذيب وبالإجبار القسري وإنما يكون الإكراه من قبل الشخص نفسه يكره نفسه على ذلك لأجل مصلحة من مصالحه لا إكراها في الدين الدين لا بد أن يتسرب إلى العقل وإلى القلب وإلى الوجدان من دون أن يكره الإنسان نفسه على ذلك أو أن يكرهه إنسان آخر على ذلك الدين شيء يتمازج مع العقول ومع القلوب برضا منها بل برغبة بل بحب بل ببحث شديد عن حقائق الدين فحقيقة الدين هي هذه الدين لا يؤخذ وفقا للمصالح ولا يؤخذ وفقا للمطامع ولا يؤخذ خوفا وحذرا من أي أمر من الأمور المفترض في الدين أن يدخل إلى العقول وأن يدخل إلى القلوب من دون استئذان يمازج العقول ويخالط القلوب ويتربع جالسا على عروشها على عروش العقول وعروش القلوب هذا هو الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تبين الرشد للذين يبحثون عنه وللذين يريدون أن يعانقوه فمن خلال بحثهم ومن خلال توفيق الله لهم انكشف الرشد وانكشف الغي ولكن الرشد لن يتضح إلا أن ينكشف الغي أولاً وهذا هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير إنكم إنكم لن تعرف الرشد لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك قانون قانون علوي صريح لن لن للنفي التأبيد لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك هذا هو منطق القرآن وهو هو منطق علي إنه برنامج بيعة الغدير لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي القانون واضح فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام هذا هو الذي تحدثنا عنه ثقافة العترة الطاهرة من أن الدين براءة وولاية وهل الدين إلا الحب والبغض الحب عنوان للولاية والبغض عنوان للبراء وهذا القرآن مبني من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه على قاعدة الولاية والبراء أم الكتاب إنها الفاتحة الفاتحة التي لا صلاة لنا من دونها والتي نقرأها يوميا بأمر شرعي واجب كرارا ومرارا كل مضمونها يدور حول الولاية والبراء إياك نعبد وإياك نستعين كل عبادتنا بكل معانيها وكل علاقتنا بالله سبحانه وتعالى إياك نعبد هذه العبادة وإياك نستعين هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كل ذلك يكون عبر التمسك بالصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم الذي هو هو العروة الوثقة هنا ذكر علي هنا ذكر ولايته هنا بيعة الغدير إنه عطر الكرار وطيب المرتضى ختام فاتحة الكتاب صراط صراط الذين أنعمت عليهم تفعيل الولاية غير المغضوب عليهم ولا الضال تفعيل 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 البراء هذا هو التفعيل العملي صراط الذين أنعمت عليهم التفعيل العملي للولاية غير المغضوب عليهم ولا الضال هذا هو التفعيل العملي للبراء وسورة الفاتحة تلخص المضمون الشامل والعام في الكتاب الكريم ومن هنا فإن الآية هذه تؤسس لحقيقة واضحة من أن الدين براءة وولاية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله في مرحلة التنزيل البراءة مقدمة على الولاية ولكن في مرحلة التأويل التي نحن فيها فإن الولاية مقدمة على البراءة من الآخر البراءة مقدمة للولاية البراءة ليست مطلوبة بنفسها البراءة البراءة بالضبط كالطهارة للصلاة الطهارة إذا كانت مرتبطة بالصلاة فإنها لا تطلب لنفسها وإنما تطلب للصلاة قد تكون الطهارة في شأن آخر من شؤون حياة الإنسان قد تكون مطلوبة لنفسها لكنني أتحدث هنا عن الطهارة التي تكون مقدمة للصلاة الطهارة التي تكون مقدمة للصلاة لا صلاة إلا بطهور ليست مطلوبة لنفسها وإنما الطهارة هنا مطلوبة لأجل الصلاة فيجب على المصلي أن يأتي بطهارة صحيحة ليس مهما أن تكون الطهارة غسلا وضوءا تيمما بحسب التفاصيل الشرعية في بابها فعلى المصلي أن يأتي بطهارة صحيحة بحسب شرائطها وأن يحافظ عليها أن يحافظ على الطهارة بكل خصائصها من أول الصلاة إلى آخر الصلاة وإلا فلا صلاة له لأنه لا صلاة من دون طهور البراءة بالنسبة للولاية هي كذلك لابد أن نأتي بها بكل شرائطها الصحيحة مقدمة للولاية وأن تكون البراءة ممازجة للولاية على طول الخط فهل هناك من مرحلة تنتهي فيها الولاية الولاية لا تنتهي البراءة لابد من المحافظة عليها ما دامت الولاية مستقرة في عقولنا وقلوبنا إلى آخر لحظة من لحظات حياتنا هذه هي حقيقة الدين في كامل صفائها ونقائها ولذا فمن فهم الدين بهذا الفهم فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام له لا اكراه في الدين الدين قناعة الدين رغبة الدين قبول ورضا الدين حب وبغض ولاية وبراءة الدين عشق بتمام معنى هذه الكلمة هذا هو الدين الحقيقي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها اذا رجعنا الى هذا الكتاب الكريم الذي بني وفقا لهذا المنطق لمنطق الولاية والبراءة اقوى واشد واعظم واحكم اية في الكتاب الكريم في شأن الولاية انها الاية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة هذه هي الآية الاقوى والاشد والامتن والاحكم في شأن الولاية يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ما انزل اليك من ربك في علي في ولاية علي في بيعة غديره يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل وان لم تفعل فما بلغت رسالته بتوحيدها بنبوتها بقرآنها بكل معتقداتها بكل اشرارها وتفاصيلها انها تساوي صفرا من دون غدير علي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين انهم الكافرون بغدير علي انهم الكافرون بولاية علي وهذا الكفر هو اشد كفر في الكتاب الكريم لماذا لان الكفر في الكتاب الكريم على مراتب هناك الكفر بالله وهناك الكفر برسول الله وهناك الكفر بالقرآن وهناك وهناك لكن الآية هنا تحدثت عن أمر عن أمر هذا الأمر إذا لم يكن موجودا لم يكن متوفرا فإن التوحيد والنبوة والقرآن وسائر المعتقدات تساوي صفرا سيكون الكفر بهذا الأمر هو أشد كفرا من الكفر بالله وبالنبوة وبالرسالة بكل تفاصيلها الآية واضحة هي التي تقول لست أنا هذا ما هو كلامي تدبر الآية بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بالذين يعتقدون بثقافة أخرى نحن نتحدث في أجواء دين العترة الطاهرة الذي هو دين محمد صلى الله عليه وآله وهو دين الله ولا يوجد دين آخر يمكننا أن نقول عنه من أنه دين الله على الأقل بحسب اعتقادنا على الأقل بحسب ثقافة العترة الطاهرة فهذه هي أقوى آية ولها شقيقة تفرعت عليها إنها الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة سنعود إليها أقوى آية وأمتن آية وأشد آية في البراءة إنها الآية الرابعة من سورة من سورة التحرين الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحرين الخطاب المباشر فيها إلى عائشة وحفصة إِنْ تَتُوبَ هذا الخطاب المثنى خطاب موجه إلى عائشة وحفصة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وآله إِنْ تَتُوبَ يَا عائشة وَيَا حَفصة إِنْ تَتُوبَ إلى الله فقد صغت قلوبكما مَلَت قلوبكما عن رسول الله إِنْ تَتُوبَ إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فمن الذي سيكون في المواجهة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أشد صورة للبراءة مع من تكونون مع المرأتين أم مع الجهة الثانية أية براءة هذه لن تجدوا في الكتاب الكريم لن تجدوا في الكتاب الكريم معنى أشد من هذا المعنى وسأقرأ لكم نماذج من آيات الكتاب الكريم في أهم المواقف هذه الآية رسمت لنا صورة للبراءة في أشد ما رسمت البراءة في الكتاب الكريم ليس هناك من موقف تحدث عنه القرآن حشد كل معاني البراءة فيه مثل ما تصور لنا هذه الآية إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم وإن تظاهر عليه في جهة البراءة إنها جهة البراءة من هاتين المرأتين وهاتان المرأتان تمثلان اتجاها ليس الكلام عن المرأتين بما هما هما الكلام عن اتجاه هنا فهاتان المرأتان عنوان عنوان الاتجاه هذا الاتجاه هو الذي قتل رسول الله البراءة هنا براءة ممن قتل رسول الله وستأتي الحقائق ستأتي الحقائق قلت لكم عليكم أن تصبروا عليه هذه الآية تتحدث عن برنامج أعداء رسول الله من الصحابة ومن زوجاته أولئك الذين اتفقوا على قتل رسول الله وقد قتلوه الآية هنا تتحدث عن هذا الموضوع لا شأن لي بهراء سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بسخافة سقيفة بني طوسي لا أبالي بالسقيفتين وسقيفة بني طوسي هي أكثر سخفا وأكثر تفاهة من سقيفة بني ساعدة إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل في هذا الموضوع بخصوص ما قالت سقيفة بني ساعدة وما صدر من سخف من سقيفة بني طوسي يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع هناك مجموعة حلقات في برنامج قدمته قبل سنين إنه الكتاب الصامت وهو الجزء الثاني من ملف الكتاب الكتاب والعترة في برنامج الكتاب الصامت هناك مجموعة حلقات تناولت فيها هذا الموضوع ما يرتبط بسورة التحرين وماذا قالت سقيفة بني ساعدة وماذا قالت سقيفة السخف والتفاهة إنها سقيفة بني طوسي سقيفة مراجع النجفي وكربلق إنها السقيفة البترية المرجئية الناصبية هؤلاء نواصب الشيعة بحسب ما وصفتهم كلمات العترة الطاهرة لا شأن لي بكل هذا السخف وهذه التفاهة سأعود إلى حديث العترة الطاهرة وستواجهون الحقائق بأنفسكم فسورة التحريم لا تتحدث عن شأن أسري في داخل بيت النبي هذه السورة تتحدث عن مخطط قتل رسول الله الآية واضحة واضحة هل أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نساء يختلفنا فيما بينهن في شأن نسائي محدود كي يقول هذا الكلام وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير شأن نسائي بسيط يواجهه الله سبحانه وتعالى بهذه المواجهة وهناك شؤون عظيمة مرت في تأريخ رسول الله لم يواجهها سبحانه وتعالى بهذه المواجهة ولا بما هو قريب من هذه المواجهة ستكتشفون الحقائق الخطيرة تباعا إذن أهم آيتيني في الكتاب الكريم وأخطر آيتيني في الكتاب الكريم في شأن الولاية والبراءة الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة والآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم نذهب إلى فصل الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هو الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذه الآية من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة في بيعة الغدير هذا البخاري وهذه الطبعة هي طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى الفين واربع ميلادي والبخاري توفي سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة هذه الطبعة ذات المجلد الواحد فصحيح البخاري فصحيح البخاري له طبعات كثيرة لكن طبعة هذه جمعت كل أحاديث البخاري في مجلد واحد إنه الكتاب الخامس والستون من كتب صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن صفحة 813 الباب السابع رقم الحديث 4612 بسنده بسند البخاري وبدأ الحديث حدثنا محمد ابن يوسف إلى آخر السند عن عائشة رضي الله عنها فهذا الحديث من أحاديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت إنها تحدث مسروقا فإن مسروق هو الذي روى الحديث عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم صلاة بترى تعني أن الدين دين أبتر فدينها ودين البخاري ودين الذين يصلون على رسول الله الصلاة البترى هو دين أبتر من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إلى آخر الآية هكذا طبع في الكتاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية يعني إلى آخر الآية فما علاقة هذا الكلام بالذي تتحدث عنه الآية إنه التحريف التحريف بتمام المعنى فعائشة هكذا تقول من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب هذا الكلام صحيح ما تقوله عائشة صحيح ولكن ما علاقة هذا الكلام بما جاء في الآية الكريمة الآية واضحة إنها تتحدث عن موضوع خاص بعينه أي عارف بالعربية وأي إنسان باستطاعته أن يفهم العربية إذا قرأ الآية فإن الآية تصرح وبنحو علني من أن أمرا مهما يريد الله سبحانه وتعالى من رسوله أن يبلغه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك حينما يقول الله لمحمد صلى الله عليه وآله يا أيها الرسول يعني أنه قد بلغ الرسالة بلغ كل شيء من الرسالة إلى لحظة نزول هذه الآية فإن الله يقول له يا أيها الرسول لو أن محمد صلى الله عليه وآله قد قصر في تبليغ الرسالة فهل أن الله يخاطبه بهذا الخطاب ويقول له يا أيها الرسول حينما يخاطبه الله بهذا الخطاب هذا يعني أن محمد صلى الله عليه وآله قد بلغ كل شيء وهذا ينطبق في المعنى والمضمون مع ما قالته عائشة لكن الآية لا تقف عند هذا الحد الإتيان بالآية لأجل أن نثبت جزعا من معناها هذا هو إنكار للمضمون الأهم في الآية وهكذا يحرف القرآن في أحاديث عائشة وفي أحاديث البخاري وفي أحاديث سقيفة بني ساعد عائشة هكذا قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الآية واضحة تتحدث عن موضوع بعينه فإن الآية لا تتحدث بنحو عام من أنها تأمر النبي أن يكون دائما في كل أحواله مبلغا لكل أجزاء الرسالة الآية تقول من أن النبي قد بلغ كل الرسالة لكن أمرا خاصا تتوقف عليه الرسالة لم يبلغه بالشكل الرسمي لحد الآن وإن كان النبي قد بلغه ولكن ليس بالشكل الرسمي مثل ما حدث في بيعة غدير خم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية واضحة واضحة جدا وهي في بيعة الغدير وهذا الأمر مذكور في كتب المخالفين أيضا وليس في كتبنا فقط من أن الآية بنحو خاص ودقيق في بيعة غدير خم تحريف للآية واضح في حديث عائشة والأمر هو هو في الآية التي هي شقيقة هذه الآية وهي الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة والتي جاء فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في بديهيات ثقافة العترة الطاهرة فإن الآية هذه نزلت بعد أن بلغ رسول الله المسلمين بتفاصيل بيعة الغدير بعد أن تمت بيعة الغدير نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في ثقافة العترة الطاهرة هذا الأمر بديهي بديهي والذين ينكرون هذا المعنى وهذا المضمون ينطبق عليهم وصف الكافرين في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة صحيح البخاري في الكتاب الثاني من كتب صحيح البخاري وهو كتاب الإيمان في الباب الرابع والثلاثين إنه الحديث الخامس والأربع بشأن الآية اليوم أكملت لكم دينكم بسند البخاري حيث يقول البخاري حدثنا الحسن ابن الصباح إلى أن يصل السند إلى طارق ابن شهاب عن عمر ابن الخطاب الحديث السابق بخصوص الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة كان عن عائشة وكان تحريفا لمضمونها ومعناها الحديث هنا بخصوص الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم هذا الحديث يرويه البخاري عن عمر بن الخطاب ماذا يقول عمر أن رجلا من اليهود قال له قال لعمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد اليهود يعرفون الحقيقة قال قال أي آية عمر يسأل ذلك اليهودي قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم إنني أقرأ عليكم من البخاري وليس من كتاب شعي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين قال عمر لاحظوا ماذا فعل عمر ذهب في اتجاه بعيد لأنه يريد أن يوهم السامعين قطعا هذا الكلام كان في مجلس الخليفة قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم وماذا يعني أننا عرفنا ذلك اليوم إنه اليوم الذي أكمل فيه الدين قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني أن دين القوم دين أبتر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي وهو قائم بعرف يوم جمعة وماذا يعني ما هو مضمون الآية إنه تفريغ لمضمون الآية الذي أشار إليه الرجل اليهودي فالرجل اليهودي كان عارفا بالمضمون وعمر أيضا كان عارفا بالمضمون لكنه كيف تحدث وربما للحديث هناك من تتم ولكننا نقرأ من كتاب مؤلفه سيد المدلسين وإمام المحرفين إنه البخاري الكبير المدلس الكبير وبالمناسبة هذا الكلام لا أقوله لأنني شيعي صحيح أقوله لأنني شيعي ولكن هناك من علماء السنة من يتحدثون عن البخاري وعن تدليسه في الحديث فهذا ما هو بكلام خاص في الوسط الشيعي هكذا تحرف الحقائق وتخفى الحقائق في صحيح البخاري ولذا فإن الكتاب مقدم عند القوم هذا كتاب آخر لهم لكنهم لا يعتبرونه كثيرا لماذا؟ لأنه ينقل الحقائق في بعض الأحيان لا أقول في كل الأحيان ولا في كثير من الأحيان في بعض الأحيان ينقل الحقائق التي يدلسها البخاري ومسلم وسائر أصحاب الصحاح من أئمة التدليس والتحريف والكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وأهله الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة تسعمية وإهدعش للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنه الجزء الثالث إذا ذهبنا إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في الصفحة التاسعة بعد المئة بسنده بسند السيوط عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بتراء تعني دينا أبتر نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب قطعا يضعفون هذه الأحاديث ماذا نتوقع منهم لكنها كتبه هذه مصادره والسيوط أحد أئمته من أئمة الشوافع فهذا موجود في كتبهم ولاحظوا كيف تحدثت عائشة ولذا فإن البخاري جاءنا بحديث عائشة لأن حديث عائشة كان حديثا محرفا محرفا ومزورا لمضمون الآية عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غديركم في علي بن أبي طالب وهناك حديث آخر عن ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بترى تعني دينا أبتر كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين هذا الكلام كان جزعا من القرآن بحسب عبد الله بن مسعود إنني لا أقرأ من كتاب شيعي هذا الكتاب كتاب سني بامتياز الدر المنثور في التفسير بالمأثور فعبد الله بن مسعود الصحابي المعروف يقول كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه في الصفحة الحادية والعشرين بخصوص الآية اليوم أكملت لكم دينكم يضعفون هذه الأحاديث نحن لا نتوقع أنهم يقوونها لكنها موجودة وعملية تضعيف الأحاديث لا يعني أنها ليست حقيقة وإنما وإنما بحسب فن تقييم الأحاديث يقال عن هذه الأحاديث من أنها ضعيفة هل تتوقعون من نواصب سقيفة بني ساعدة أن يقروا بهذه الأحاديث لكنها موجودة برغم آنافهم وآناف آبائهم في مصادرهم وفي كتبهم عن أبي سعيد الخدري قال لما نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بتراء تعني دينا أبتر إنه الدين الأبتر لهؤلاء عن أبي سعيد الخدري قال لما نصب رسول الله علي يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبريل عليه بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ورواية أخرى عن أبي هريرة قال لما كان يوم غدير خم وهو يوم ثمان عشر من ذي الحج هذا كلام أبي هريرة فهل أبو هريرة من رواة حديث العترة وهذا الكتاب كتاب إمام من أئمة الشوافع عن أبي هريرة قال لما كان يوم غدير خم وهو يوم ثمان عشر من ذي الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بترى تعني دينا أبتر وأدل دليل على أن دين القوم أبتر هذه الحقائق موجودة عندهم يضعفونها ويذهبون إلى البخاري الذي يحرف الحقائق فيأخذون دينهم من الكتاب الذي تميز بالتدليس والتحريف والكذب والإفتراء عن أبي هريرة لما كان يوم غدير خم وهو يوم ثمان عشر من ذي الحج قال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم الحقائق وهضيحة واضحة جدا واضحة جدا هذا ما يرتبط بأهم آية في الولاية وهي الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وكذا ما يرتبط بشقيقتها وهي الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة نذهب إلى فاصل لاحظتم كيف تكون الحقائق واضحة في كتبهم وكيف يحرفونها كان الحديث عن أهم آية في الكتاب الكريم في شأن الولاية أما أهم آية في شأن البراءة فهي الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه على رسول الله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير من الذين سيكونون في مواجهة حزب عائشة وحفصة هذا الحزب سيكون في مواجهة الله فإن الله هو مولاه وجبريل جبريل من الملائكة لكنه عنوان لعظماء الملائكة هنا ذكر جبريل رمزا لعظماء الملائكة وصالح المؤمنين صالح المؤمنين علي في تأويل العترة الطاهرة لقرآنها وبالمناسبة فإن صالح المؤمنين في كتب المخالفين أيضا وفي هذا التفسير وغيره فإن صالح المؤمنين هو علي صحيح أنهم أثبتوا في كتب التفسير من أن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر هذا أثبته في كتبهم موجود لكنه موجود أيضا في كتبهم وفي تفاسيرهم وفي كتب حديثهم من أن صالح المؤمنين الذي ذكر هنا في سورة التحريم هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إذن في مواجهة حزب عائشة وحفصة إنه الاتجاه الذي ذهب بالأمة بعيدا إنها الشجرة الملعونة في القرآن إنها السقيفة بني ساعد كل أولئك في مواجهة الله وعظماء الملائكة وفي مواجهة العترة الطاهرة فصالح المؤمنين عنوان للعترة الطاهرة وسيدها علي والملائكة طرًا كل الملائكة تريليونات من الملائكة تريليونات نحن لا نعرف عددهم تريليونات وتريليونات وتريليونات من الملائكة كل هؤلاء سيكونون في مواجهة الشجرة الملعونة وإلا فإن القضية لا ترتبط بشأن نسائي محدود في داخل أسرة النبي صلى الله عليه وآله دققوا النظر معي أهم حدث من الأحداث في سيرة النبي إنه حدث الهجرة فماذا قال الله عن هجرة رسول الله إنها الآية الأربعون من سورة التوبة التي تعرف بآية الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَةِ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل هذا المضمون من القوة والشدة يأتي متناسباً مع ما قرأته عليكم في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم أنا لا أستطيع أن أقف طويلاً عند كل آية سأقرأها عليكم أنتم عودوا إلى الآيات وتتبروا فيها وقارنوا بين المضمون الشديد في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم وبين هذا المضمون الذي يتحدث عن أهم حدث في تأريخ الإسلام إنها هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة هذه الهجرة التي غيرت مسار الإسلام بالكامل بعد الذي جرى وجرى أيام مكة الآية هكذا تقول إن لا تنصروه فقد نصره الله ثم بعد ذلك تتحدث الآية فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله أبو بكر خارج من هذا السياق ما نزلت عليه السكينة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها بجنود بمجموعة من الجنود أما في سورة التحريم فإن الله موجود وعظماء الملائكة والعترة الطاهرة التي يمثلها علي ثم كل الملائكة طرا قارنوا بين حدث الهجرة وبين شأن نسائي في بيت رسول الله هل يعقل هذا المنطق مثل ما يفسرون لنا الآية الحدث الآخر وهو الحدث الأهم بعد حدث الهجرة إنها واقعة بدر في شورة الأنفال الآية التاسعة بعد البسملة وآيات بعدها إذ تستغيثون ربكم لأنهم ما كانوا يملكون سلاحا الذين خرجوا مع النبي في واقعة بدر ما كانوا قد خرجوا للقتال خرجوا لأن يقطعوا الطريق على قافلة أبي سفيان التي أقبلت من الشام إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بألف من الملائكة مردفين في سورة التحريم كل الملائكة كل الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم هذه الآية العاشرة بعد البسملة وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان هل هذه الشدة في هذه الآيات تتناسب مع الشدة التي في سورة التحريم هل هو منطقي هل هو منطقي أن القرآن في مواجهة الكفر كله نحن نتحدث عن واقعة بدر إنها الواقعة الفيصل التي أسماها القرآن بيوم الفرقان هذا حديث الله في يوم الفرقان قارنوا بين الشدة والعنفوان والقوة والبراءة في هذه الآيات وبينما جاء في سورة التحريم الحدث هناك ليس حدثا يرتبط بشأن نسائي محدود بسيط إنها عملية قتل رسول الله إنه الانقلاب على برنامج الله البرنامج الذي تتحدث عنه سورة التحريم برنامج الانقلاب على مشروع الغدير يتضمن قتل الرسول وقتل أمير المؤمنين وقتل العترة الطاهرة وتدمير شيعة علي سأقرأ ذلك عليكم من الروايات والأحاديث هذا كله مذكور في أحاديثنا التفسيرية التي فسرت قرآننا إنها أحاديث العترة الطاهرة التي ينكرها السفلة النجف وكربلاء إنهم نجاسات الشيطان العظمى ما هم بآيات الله العظمى هذا كله مذكور في رواياتنا في أحاديث المعصومين وسأقرأها عليكم من مصادرها الأصلية إنه برنامج لتدمير مشروع الغدير يتضمن قتل النبي وقتل الأمير وقتل العترة الطاهرة وقد نفذوا هذا البرنامج وتدمير شيعة علي ونفذوا هذا البرنامج ثم إنهم يؤسسون حكومة كافرة بالغدير وهذا هو الذي فعلوه في سقيفة بني ساعد هذا هو الذي جرى فسورة التحريم تتحدث عن هذا البرنامج وما عائشة وحفصة إلا عنوان ورمز وإشارة إلى تلك الجهة وستأتينا التفاصيل إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران إنها الآية الثالثة والعشرون بعد المئة بعد البسملة وما بعدها من آيات أيضا بخصوص الملائكة الذين نزلوا يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا يا رسول الله إذ تقولوا للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين في سورة التحريم فإن الملائكة بقضهم وقضيضهم قد ذكروا في الآية الرابعة بعد البسملة من تلك السورة هذا يوم الفرقان وذلك يوم الهجرة وتعالوا معي إلى أهم بيعة في مرحلة التنزيل إنها بيعة الرضوان بيعة الغدير ليست من بيعات مرحلة التنزيل فمع بيعة الغدير بدأت مرحلة التأويل ستقاتلهم يا علي على التأويل مثل ما قاتلتهم مثل ما قاتلهم رسول الله على التنزيل التنزيل الدين بكله ما قبل بيعة الغدير والتأويل الدين بكله ما بعد بيعة الغدير أهم بيعة في مرحلة التنزيل هي بيعة الرضوان ماذا نقرأ في الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الفتح إِنَّ الَّذِينَ هذه البيعة التي تقول من أن يد الله فوق أيدي الذين بايعوا رسول الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الذين نكثوا البيعة ماذا قال لهم الله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه إذن ما هو هذا الشيء الذي تتحدث عنه سورة التحريم إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة الملائكة جميعا هؤلاء الملائكة الذين ذكروا في سورة صات الملائكة الذين ذكروا في سورة صات في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم هؤلاء همو همو الذين تتحدث عنهم سورة التحريم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هل هو منطقي هل هو منطقي أن سورة التحريم وأن الآية هذه تتحدث عن شأن نسائي محدود جدا ما هذا الشأن النسائي بين نساء النبي كان موجودا منذ بداية الأمر منذ بداية اجتماع زوجات النبي في بيت النبي فما هو الجديد في الأمر الجديد في الأمر السورة لا تتحدث عن الشؤون النسائية والأسرية السورة تتحدث عن برنامج خطير إنه البرنامج الذي أعد لتدمير مشروع بيعة الغدير ويجتمل على قتل رسول الله وقتل أمير المؤمنين والفتك بالعترة الطاهرة والفتك بشيعة علي ممن كانوا يعرفون في ذلك الوقت بشيعة علي مع تأسيس لحكومة كافرة إنها حكومة كافرة بالغدير هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم سورة البقرة في الآية السابعة والخمسين بعد المئتين بعد البسملة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذا واضح والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هذا هو نور مرحلة التنزيل فحينما نفذوا البرنامج المنافرة لبرنامج بيعة الغدير والتحق الناس بهم فإن الناس خرجوا من نور بيعة الغدير إلى ظلمات بيعة سقيفة بني ساعد كبراء السقيفة هؤلاء هم الطاغوت والذين بايعوهم هم أولياؤهم الذين خرجوا من نور بيعة الغدير إلى ظلمات بيعة سقيفة بني ساعد وإلا فإن الكافر كما يقول الصادق أي نور له إذا كان الحديث عن الذين يعبدون الأصنام مثلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذا واضح والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أطاغوت هؤلاء هم الذين نتحدث عنهم في دعاء صنمي قريش اللهم ملعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها هؤلاء هم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما هو الدليل على ذلك ما هو الدليل الأدلة كثيرة لكنني أتحدث بالتدريج نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أحدثكم عن الدليل ماذا نقرأ في صحيح البخاري إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل وقرأت منها ما قرأت عليكم في الصفحة الرابعة والثلاثين رقم الحديث مية وأربعة عشر إنه الكتاب الثالث من كتب صحيح البخاري كتاب العلم وهذا هو الباب الأربعون حديث مية وأربعة عشر وقد ذكر هذا الحديث بمضمونه مرارا ذكر في ثلاثة آلاف وثلاثة وخمسين هذه أرقام الأحاديث التي ذكرها البخاري مكررا المضمون نفسه رقم الحديث الذي سأقرأه مية وأربعة عشر ولكنه ذكر في الأرقام التالية ثلاثة وثلاثة وخمسين ثلاثة مية وثمانية وستين أربعة أربعمية واحد وثلاثين أربعة أربعمية واثنين وثلاثين خمست آلاف ستمية وتسعة وستين سبعة وثلاثمية وستة وستين بسنده وقال البخاري في بداية السند حدثنا يحيى ابن سليمان إلى أن ينتهي السند عن ابن عباس فابن عباس هو الذي يحدث عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بترى وهذا يعني أن دين القوم دين أبتر لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ماذا تريد هذه الأمة رسول الله في آخر أيام حياته في آخر لحظات حياته يريد أن يكتب للأمة كتابا عاصما لو كان في الصحابة من خير لقتلوا أنفسهم على أن يحصلوا هذا الكتاب كان يفترض في الصحابة أن هم يبادروا رسول الله أن يطلبوا من رسول الله هذا الأمر لا أن يبادرهم رسول الله وهم يرفضون ويقول عمر من أن الرجل يهجر يهدي محمد يهدي وأنت علامة يا عمر تريد مننا أن نأخذ الدين منك ولا نأخذ الدين من رسول الله لما لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع ما قال عمر هذا قال إن الرجل ليهجر وحتى لو قال هذا الكلام نحن نقرأ من أكثر الكتب تدليسا وتحريفا إنه صحيح البخاري قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلف وكثر اللغط قال صلى الله عليه وآله قوم عني طرده طرده وعمر والذين معه كانوا يريدون من رسول الله أن يطرده أتعلمون لماذا لأن القوم قد سمموا رسول الله وظهر أثر ذلك السم في الحمى الشديدة التي منعت رسول الله من النوم لم ينم تلك الليلة فهم متأكدون من أن النبي سيودع الدنيا لو كانوا يعلمون من أن النبي سيشفى من مرضه لما فعلوا هذا ولكنهم كانوا متأكدين من أن النبي سيرحل عن هذه الدنيا هذا الموضوع سنأتي على تفاصيله هذه الحلقة تضع بين أيديكم رؤوس النقاط التي هي في غاية الأهمية هم قد سمموا رسول الله وهم متأكدون من أن النبي سيرحل عن هذه الدنيا ولذلك افتعلوا ما افتعلوا لأي سبب افتعلوا هذا الأمر حتى لا يكون هناك كتاب يرفع دليلا بوجوههم يشكل دليلا حسيا برنامج قد رتبوه وإلا لو كانوا يعتقدون أن رسول الله سيبقى حيا ما كانوا يقولون الذي قالوه فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه ومن صحيح البخاري أيضا على ذكر ابن عباس وذكر عمار من الكتاب الخامس والستين الذي هو كتاب تفسير القرآن ومن الباب الثالث رقم الحديث أربعة آلاف تسعمية وأربعة عشر بسند البخاري قال حدثنا علي حدثنا سفيان عن ابن عباس ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان ألتان تظاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بترى تعني دينا أبتر من المرأتان ابن عباس يسأل عمار الحديث عن المرأتين التي ذكرتا في سورة سورة التحريم إن تتوبى إلى الله إن تتوبى إنه خطاب موجه إلى مرأتين فقلت يا أمير المؤمنين ابن عباس يسأل عمار من المرأتان اللتان تظاهرة على رسول الله فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة هذا البخاري وهذه أحاديث عمار إنني ما قرأت عليكم من كتاب شيعي المعطيات واضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل سأتناول بعضا من آيات الكتاب الكريم التي تصب في المجرى نفسه إنها الآية الرابعة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكري عملية الإنقلاب على الأعقاب قد حدثت وهذا أمر مفروغ منه الروايات في الكافي وفي صحيح البخاري تتحدث عن أن الصحابة انقلبوا على أعقابهم ومن أن الأمة ارتدت رواياتنا في الكافي واضحة وروايات القوم من مخالفي العترة الطاهرة واضحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم في الأبواب التي تحدثت عن صفة الحوض يوم القيامة فالأحاديث عندهم تقول من أن الصحابة ارتدوا على أدبارهم القهقرة الأحاديث في كتب الشيعة وفي كتب السنة والواقع التاريخي يثبت ذلك والعداء الممتد بين الصحابة والعترة لهو أوضح دليل على ذلك الأحاديث موجودة في كتب الشيعة والسنة الواقع التاريخي الصحابة قتل بعضهم بعضا وكفروا بالدين جملة وتفصيلا وأما العداء مع العترة الطاهرة فهذا أمر واضح وواضح جدا الحقائق بينة الحقائق بينة الآية لماذا قالت أفإن مات أو قتل أفإن مات فإن الموت مكتوب على الجميع ولكن الآية ذكرت القتل في نهاية المطاف أفإن مات أو قتل هناك احتمال القتل علينا أن نبحث عن هذا فإن الآية لم تتحدث عن الموت فقط ذكرت الموت ثم ذكرت القتل وجعلت ذكر القتل متأخرا فعلينا أن نبحث عن الحقيقة النبي تعرض للعديد من محاولات القتل وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع فإن النبي كان اليهود وغيرهم يحاولون قتل أمه حينما كان جنينا في بطنها وحاولوا قتله حينما كان صغيرا النبي تعرض لمحاولات قتل كثيرة جدا لذا فإن احتمال القتل يساوي احتمال الموت من هنا قالت الآية أفئن مات أو قتل على سبيل المثال الآية الثلاثون بعد البسملة من سورة الأنفال تحدثت عن قريش وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مكر الله كان في الهجرة إلى المدينة هذا هو مكر الله مكر الله في الآية هنا في الهجرة إلى المدينة أما هم ماذا كانوا يريدون أن يفعلوا في مكرهم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ليثبتوك ليجعلوك في حبس حتى تموت هذا أحد الإقتراحات عند قريش أن يأخذ النبي ويضعوه ويضعوه في حبس تحت سلطتهم تحت نظرهم ويترك في هذا الحبس حتى يموت ولا يجعلون أحدا يستطيع أن يتصل به هذا هو معنى ليثبتوك هذا خيار من الخيارات الخيار الآخر أو يقتلوك والخيار الثالث أو يخرجوك ولكنهم بعد ذلك اتفقوا على قتله بعد أن تجسد لهم إبليس إنه إبليس الأبالسة في صورة ذلك الشيخ النجدي واقترح عليهم الإقتراح الأخير واتفقوا على قتله على قتل رسول الله إنها ليلة مبيت أمير المؤمنين في فراش النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التفاصيل كثيرة فمحاولات قتل رسول الله تحدث القرآن عنها هذه محاولة من قريش هناك محاولة من الصحابة لقد حاول الصحابة لعنة الله عليهم أن يقتل رسول الله نذهب إلى سورة التوبة إنها الآية الثالثة والسبعون والتي بعدها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومعواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم هؤلاء هم الصحابة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر هذا هو الكفر ببيعة الغدير ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلى آخر الآية سأقرأ عليكم ما جاء في أحاديثنا الشريفة إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي ردوان الله تعالى عليه إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والسبعين بعد المائتين الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال نزل نزل هذا القول نزل في الذين تحالفوا في الكعبة مجموعة من الصحابة كتبوا الصحيفة المشؤومة نزل في الذين تحالفوا في الكعبة ألا يرد هذا الأمر في بني هاشم وهذا هو الذي حدث في سقيفة بني ساعد لماذا ذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعد ولم يجتمعوا في مسجد النبي لماذا تركوا النبي مسج ولم يشتركوا في تجهيز النبي لماذا لم يحضر اجتماعهم أحد من بني هاشم لماذا لم يطرح اسم أحد من بني هاشم ضمن المرشحين لماذا بعد أن استتبأ الأمر لهم واتفقوا فيما بينهم من المهاجرين والأنصار رجعوا إلى مسجد النبي هذه الأسئلة تجيب على نفسها بنفسها هذا هو برنامج مخطط سمموا رسول الله استعانوا بزوجتي رسول الله التي ذكرت في سورة التحريم وصرح عمر بحسب البخاري بأسمائه مال ابن عباس ولكن بعد زمن بعيد وبعد أن حرفوا معاني الآيات وأحرقوا المصاحف التي كتب فيها التفسير والحكاية طويلة مفصلة وأحرقوا أحاديث النبي ومنع عمر الصحابة أن يحدثوا بأحاديث رسول الله التأريخ الأسود لسقيفة بني ساعد قال لابن عباس من أن المرأتين هما عائشة وحفصة كما قرأت عليكم من صحيح البخاري قبل قليل فهذا القول أي قول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم نزل في الذين تحالفوا في الكعبة ألا يرد هذا الأمر في بني هاشم فهي كلمة الكفر إنه الكفر ببيعة الغدير من هم بني هاشم المراد من بني هاشم هنا علي الذي بايعوه في بيعة الغدير فهي كلمة الكفر ثم قعدوا لرسول الله في العقبة هذه المحاولة الثانية هناك محاولة لقتل رسول الله حينما عاد من تبوك ولكن الإمام يتحدث عن محاولة قتل رسول الله بعد بيعة الغدير الإمام هنا يتحدث عن محاولة الصحابة أن يقتل رسول الله بعد بيعة الغدير ثم قعدوا لرسول الله في العقبة وهموا بقتله وهو قوله وهموا بما لم ينالوا لأنهم فشلوا هذا هو الذي جاء في سورة التوبة في الآية الثالثة والسبعين والتي بعدها دققوا النظر في هاتين الآيتين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلض عليهم ومعواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلى آخر الآية سأذكر لكم كل التفاصيل ولكن أصبروا علي فإن الموضوع معقد وبحاجة إلى تفصيل القول فيه شيئا فشيئا أقرأ عليكم من تفسير القمي أيضا الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في صفحة نفسها لما أقام رسول الله أمير المؤمنين يوم غدير خم كان بحذائه يحاذيه كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم فلان وفلان هذا التعبير نحن نعرفه في أحاديث أهل البيت فلان وفلان يعني أبا بكر وعمر كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم فلان وفلان وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة ابن شعبة قال الثاني الثاني هو عمر قال الثاني أما ترون عينيه يتحدث عن عيني النبي أما ترون عينيه كأنهما عين مجنون يعني النبي الساعة يقوم ويقول قال لي ربي فلما قام قال أيها الناس لما قام رسول الله لما قام رسول الله إنه يستهزع برسول الله يقول لهم إن عينيه عين مجنون سيقوم خاطبا في الناس ويقول بأن الله قد قال له فلما قام رسول الله قال أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله قال اللهم فاشهد ثم قال ألا من كنت مولاه فعلي مولاه وسلموا عليه بإمرة المؤمنين فنزل جبرئيل وأعلم رسول الله بمقالة القوم فدعاهم وسألهم فأنكروا وحلفوا فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى أن تقول الآية وهموا بما لم ينالوا هموا بقتل رسول الله بعد بيعة الغدير في العقبة اجمعوا بين هذه الحقائق ولا تنسوا رزية الخميس فإن رزية الخميس تكشف لنا عن الحقيقة المدبرة واجمعوا بينها وبين ما جرى في سقيفة بني ساعد وأضيفوا إليها الذي جرى على بيت علي وفاطمة اجمعوا هذه الحقائق اجمعوها وكل هذا مذكور في كتب السنة يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة كي تطلعوا على مصادر الجريمة الكبرى حينما قتلوا الزهراء فاطمة صلوات الله عليها اجمعوا بين هذه الحقائق بين رزية الخميس وكيف قالوا وماذا قالوا وكيف طردهم رسول الله مع الذي جرى مع الذي جرى في سقيفة بني ساعد مع الذي جرى على بيت علي وفاطمة مع عدائهم مع العترة الطاهرة وبقي العداء موجودا على طول الخط توارثه الأمويون وبعد ذلك العباسيون على المنهج نفسه على منهج أبي بكر وعمر وإلى يومنا هذا وإلى يومنا هذا المذاهب العباسية على نفس هذا الطريق ولكن في كل زمان بحسبه اجمعوا بين هذه المعطيات وبين ما جاء مذكورا في الكتاب الكريم هذه الرواية مهمة جدا أقرأها عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة إنه الحديث الثاني بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل هذه هي الآية السابعة بعد البسملة من سورة المجادلة وقد تسمى المجادلة سورة المجادلة أو أنها المجادلة إنها الآية السابعة بعد البسملة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أبو بصير يحدثنا عن إمامنا الصادق بخصوص هذه الآية إمامنا الصادق يقول نزلت هذه الآية في فلان وفلان في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة ابن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا هذه الصحيفة المشؤومة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية قال قلت قوله عز وجل إنها الآية التاسعة والسبعون والتي بعدها بعد البسملة من سورة الزخرف أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم أبرموا أمرا إنه البرنامج الذي اتفقوا عليه في تدمير مشروع الغدير وهذا هو الذي حدث لماذا حدث ذلك لأن الأمة تستحق هذا لو كانت الأمة تستحق أن يكون علي خليفة من بعد رسول الله لم استطاع هؤلاء أن يفعلوا ما فعلوا لكن الأمة لم تكن مستحقة لذلك فجرى الذي جرى ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أمير المؤمنين بالذي سيجري وقال له إن وجدت أنصارا فقاتلهم وإن لم تجد أنصارا فالزم الصمت فاسكت لا تحرك شيئا وهذا أدل دليل على أن الأمة لا تستحق أن يكون علي رأسا لها وإنما أولئك الأعراب الذين أنتجتهم سقيفة الشؤم سقيفة بني ساعد نزلت هذه الآية ما يكون من نجوة ثلاثة نزلت في هؤلاء القوم إلى أن سأل أبو بصير عن قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون إلى آخر ما جاء في الآية التي بعدها قال الإمام الصادق وهتان الآية نزلت فيهم ذلك اليوم في هذه المجموعة التي قرأت أسماءهم وهتان الآية نزلت الآية من سورة الزخرف التاسعة والسبعون بعد البسملة والتي بعدها وهتان الآيتان نزلت فيهم ذلك اليوم قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أبا بصير لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا 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 يوم الحسين يوم الحسين وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين فهذا اليوم كيوم الصحيفة لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا إلا يوم قتل الحسين لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إنه اليوم الذي كتبت فيه الصحيفة ليس هناك في أيام المسلمين من يوم بذلك السوء كاليوم الذي كتبت فيه الصحيفة من قبل هؤلاء الصحابة ولذا فإن الإمام الصادق يقول هذا لأبي بصير لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين وهكذا كان هذا كلام إمامنا الصادق وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم فقد كان ذلك كله لقد تحقق هذا الأمر كتب الكتاب وقتل الحسين وللحديث صلة لكنني أتمنى عليكم أن تتابعوا إعادة الحلقة لأن كثيرا من المطالب قد ذكرتها في هذه الحلقة ويتحتاج إلى تتبع وتدبر كي تتضح الصورة الكاملة جلية بين أيديكم نكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نلتقي غدا على مودة فاطمة وآل فاطمة اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السنة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا الحسين زلق لغا حسين 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 اشترك شكرا